مع رئيس مجلس الدومة ورئيس مجلس الاتحاد الروسي وعدد من الكتاب والمفكرين والفعاليات الروسية ناقشنا في اجتماعاتنا اليوم صباحا والآن العلاقات الثنائية بين بلدين الصديقين الذين احتفلنا في الأول من نوفمبر العام الماضي بالذكرى 95 لتأسيسها وعبرنا عن رغبتنا بتعزيز وتطوير تلك العلاقات في كافة المجالات نقلت للقيادة الروسية من خلال السيد سيرجيلا فروف تحيات فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأخوانه أعضاء المجلس القيادة الرئاسي للقيادة الروسية ناقشنا كثير من المجالات ونعتقد أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيز العلاقات فيها مع الزقان الروس وتم نقاش تفصيلي صباحا واليوم كذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية تحدثنا أن هناك فرص واعدة في قطاع النفط والمعادن وفي الزراعة وفي الثروة السمكية واتفقنا على التواصل بين الوزارات المعنية واتفقنا على زيارات فنية لمناقشة مجموعة من المقترحات في هذا الشأن كذلك أولينا اهتمام كبير جدا للحديث في مجال الطاقة والكهرباء ونحن نسعى لتطوير شراكاتنا مع جميع الدول في هذا القطاع والأصدقاء الروس كان لهم مساهمات سابقة في هذا المجال وتكلمنا عن محطة الحسوة التي بنيت من قبل أصدقاء الروس ونعتقد أن هناك آفاق كثيرة للتعاون في مجال الكهرباء في مجال التعليم العالي ناقشنا أفق الارتقاء بالتعاون الثنائي في هذا المجال شكرنا أصدقائنا الروس على الرعاية والاهتمام التي يحظى بها الطلاب اليمنيين في روسيا نتطلع لمزيد من التسهيلات خاصة في المجال القنصلي للطلاب والجال اليمينية كما اقترحنا استئناف اللجنة الوزارية الروسية المشتركة بشأن العملية السياسية أكد التزامنا بالسلام وفق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار مجلس الامن 22-16 تحدثنا عن خارطة الطريق التي أتت نتاج لجهود سعودية مباشرة في حال حالة ملف السلام والتي أثمرت عنها خارطة أو ما عرفت بخارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الخاص لأمين العام المتحدة والتي مباشرة بعدها بساعات رحبت بها الحكومة اليمنية كما رحبت دوما بكل مبادرات السلام منذ أن فرضت علينا هذه الحرب من قبل مليشي الحوثي الارهابية لكن مع الأسف كما صادفنا سابقا كذلك في هذه المرة علقت أو تعثرت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وأصبح الأفق السياسي لعملية السلام أسير للمبارسات الحوثية المزعزعة للأمل والاستقرار نحن نعتقد بأن هذه الممارسات وهذه العمليات في البحر الأحمر ليست وليدة فقط لهذه المجازر التي تجري في غزة ونحن سنتحدث ماذا اتفقنا وما هو موقفنا في موضوع القضية الفلسطينية وهو موقف واضح ونحن ندعم بكل معنى الكلمة الحق العادل لشعبنا في فلسطين لكن نعتقد أن الحوثي هو السبب الرئيسي في عسكرة البحر الأحمر هو من أعطى الفرص بتصرفاته وأدى إلى هذه العسكرة وهذه العمليات العسكرية التي نراها اليوم تقارير الدولية وخاصة تقرير لجلة الخبراء يوضح أنه سنوات قبل العدوان الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في غزة والحوثي يمارس عمليات قرصنة وقصف ويهدد الملاحة الدولية ونحن نقول أنه لا يمكن أن نفهم كيف نتحدث حول حرية الملاحة وفي نفس الوقت نقبل بأن تكون هناك جماعة مسلحة نانستيت أكتر خارج الدولة يسمح لها بالسيطرة على مساحات رئيسية وجغرافية مؤثرة على الملاحة الدولية الحكومة اليمنية هي صاحبة الحق الدستوري والسيادي على كامل الإقليم اليمني ونعتقد أنه من يحاصر شعبه ومن يحاصر أهله وكما يحدث في مدينة تعز منذ أكثر من تسع سنوات لا يملك الحق الأخلاقي للحديث حول الانتصار للقضية العادلة في فلسطين هذه العمليات قادت إلى تأثيرات مباشرة على الشعب اليمني انخفضت نسبة الكميات الغذائية والسلسلة الغذاء القادمة لليمان رفعت من أسعار التأمين لها تأثير مباشرة على الشعب اليمني هناك تطور خطير ملفت أنه نحن رصدنا في الأسبوعين الماضية لأول مرة الحوثين يقومون بقصف سفينة محملة بالغذاء كان يفترض أن تذهب في البحر العربي وليس في البحر الأحمر وكان يفترض أن تذهب إلى عدن كذلك هناك كارثة بيئة جديدة لازم نحاول نعالس كارثة صافر لكن هناك كارثة بيئة جديدة الآن السفينة الأخيرة التي جنحت الآن باتجاه الأراضي اليمينية وهي تحمل كميات كبيرة من الأمونيا أحط كذلك أصدقان الروس بطبيعة التوجهات الجديدة للحكومة التي أرأسها والإصلاحات الداخلية بدعم المجلس القيادة وبالتأكيد بأن هذه الإصلاحات سيكون لها تأثير مباشر على سياستنا الخارجية وستعمل على إنهاء الدفاع عن مصالح اليمن ومحاولة إنهاء معاناة أبناء شعبنا البقاء رهينين وثرواتنا موجودة وممنوعين من تصدير النفط هذه مسألة لا يمكن لنا أن نصبت فيها كثيرا لا يمكن أن ننتظر العالم يعني شعبنا يموت ومحروم من مصادره ومن إراداته وهناك سياسة تجويع واضحة تمارسها هذه الميليشيا وبالتالي الحكومة اليمنية ستدافع عن حقها الكامل في الدفاع عن مصالح شعبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ناقشنا باستفاضة ونجد نفسنا نحن والأصدقاء الروس في ذات الاتجاه نحن نعتقد بأنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية وكاملة السيادة وعطاء الشعب الفلسطيني حقه وفي دولة عاصبتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية وفق المبادرة العربية ستظل هذه المنطقة مضطربة نحن نعتقد بأن الوقف الفوري لإطلاق النار بمسألة ملحة ومهمة السماح بدخول كل المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وبشكل عاجل قضية كذلك لابد على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده من أجلها وسياسة المعيارين نراها بشكل واضح فيما يقري في فلسطين لذلك موقف الجمهوري اليمنية هو موقف مبدئي ثابت تاريخي تجاه القضية الفلسطينية ونشكر أصدقائنا الروس على كذلك على موقفهم الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية شكرا جزيلا